وجودك في هالمقطع لتشوف افضل اصدارات هالخط تابع معي ابداعات ايف سان لوران بخط واي وبالفين وسبعتاش قررت ايف سان لوران بانتاج خط واي الرجالي واول ما انتجت نسخة الاودو تواليت هاد الاصدار شد معجبي ايف سان لوران وخلاهم بحيرة ليجربوا يعرفوا شو هو واي بداية التجربة بتشم لمسات حمضية من البرقاموت والليمون وبيدخل الزنجبيل والنعنع ولمسات التفاح وبيتوسط على المرمية وابرة الراعي والاناناس وبيستقر على العنبر والمسك والفيديفير اكثر النوتات الواضحة واللي راح تشموها بالعطر النوتات الحمضية مع التفاح والعنبر صحيح العطر بس تجربوه ما راح تشمو اشي مميز راح تشمو اشي مألوف واقرب ما يكون لانفكتوس ميست العطر سهل الاستخدام يومي صيفي منعش وجميل مناسب لمحبيه نوتة التفاح وبالنسبة للأداء ثبات متوسط وفوحان ادنى من المتوسط العطر نعمله عادة صياغة بـ 20-22 نفس الستايل بس ما العطر لـ 20-22 اغمق شوي بالنسبة للرايحة بـ 20-22 ازالوا نوتة التفاح والفواكه واضافوا اللافندر والفانيلا طبعاً 20-22 كجمالية راحة بالنسبة لي افضل وكأداء افضل وندخل على الإصدار اللي كان صحوة لعشاق إيفسان لوران حتى للدار نفسها كان صحوة قوية جداً اللي هو واي نسخة الأودو بارفان من الروائح اللي صعب حدا يشمها وما يحبها ويتقبلها العطر بيفتتح من التفاح الأخضر والزنجبيل والبرقامود مع المرمية وإبرة الراعي والقاعدة التونكة وعنبر وأخشاب بالبداية بتلف حواليك النسمات من التفاح الأخضر مع اللمسات عشبية من المرمية وإبرة الراعي وبيهدى على العنبر والتونكة والأخشاب العطر لما تشموه فعلاً راح تحكووا واو شو جمالية هالعطر اللي رشناه من العطر اللي كررت شراءها وفعلاً كان عطر جوكر بتقدر تستخدمه بأي زمان وأي مكان لكن في نقطة مهمة العطر أول ما تم إصداره من 2018 ل2019 كان أدايا العطر جبار بذكر أني رشيت ثلاث رشات شخصياً انزعجت منه لكن مع reformulation نوعاً ما بالقاعدة الرائحة شوية تغيرت والأداة حتى تغير يعني بعض الناس اللي استخدموا نسخة عشرين ثلاثة وعشرين أو اثنين وعشرين كانوا يشكموا الأداء أنا النسخة اللي معي اثنين وعشرين الأداء بنحكي نوعاً ما مرضي وبالنسبة للسعر سعره مية وعشرين دولار بحجم الميت من هالعطر لكل عاشق عطور لازم تجربوه وإذا جربته باستنى رأيك بتعليق وبال2019 تم إصدار نسخة لايف على خط الأودو بارفام بس هن تم إضافة زهر البرتقال وإزالة التفاح والعنبر عطور كرائحة حلو وهادي وبشوف هاي النسخة تم إنتاجها للأشخاص اللي ما حبوا نتة التفاح الأخضر والعنبر بنسخة الأودو بارفام لكن برأيك بشوف نسخة الأودو بارفام هي أفضل وأجمل بالنسبة لأداء اللايف أداءه الثبات وفواحان متوسط سعر العطور مثل سعر إخوانه ما بين المية وعشرة لمية وعشرين دولار وبعشرين عشرين تم إنتاج نسخة أوفريش من روايا العطور اللي بتطفي حر الصيف مزيج من الليمون والزنجبيل والفلفل وبيدخل اللافندر والنعنع وإبرة الراعي وبيستقر على الأخشاب من العطور المنعشة جدا والمطلومة بالخط بنصح فيه للأشخاص اللي بدخلوا عليه بيحكولي أنا ساكن بالخليج أو بالكويت أو بالسعودية أو بالإمارات والأجواء عندنا حارة جدا وخصوصا إخواننا كمان بالعراق يريد تنصحنا بعطر بيطفي حر الصيف هذا العطر للي ما بهمه الأداء لأنه أداء العطر تعبان شوي يعني ثبات وفوحان أدنى من المتوسط بنصحه يجرب هالعطر كجمالية رائحة وكعطر بيطفي حر الصيف فكررها بيطفي حر الصيف أوفريش هو الحل سعره مثل سعر إخوانه ما بين المية لمية وعشرين دولار وبننهيها بلي بارفام إصدار العشرين وواحد وعشرين على نفس إصدارات إخوانه وأقرب ما يكون لنسخة الأودو بارفام العطر بيفتتح من التفاح والزنجبيل والبرقاموت وبيتوسط على اللافندر وإبرة الراعي والمرمية وبيستقر على التونكا وخشة بالأرس واللبان وبالإضافة للباتشولي هذه النسخة الوحيدة الموجودة فيها نتة الباتشولي بالقاعدة بتشموها لكن بالنهاية ويا دوبة لاحظة مش مبينة كثير ونبدأ نثني على العطر كواحد من أجمل العطور اللي راح يشمها أنفك وبشوفه الأفضل بالخط ليش العطر مكتمل أكثر عمق وأكثر نضوج هيك بس تشمو بتحس فعلا بالراحة بتحس فعلا أنه العطر خلاص استوب للخط كامل أنه تم اكتمال الخط بلي بارفام أنا صحيح أنه عجبتني نسخة الأودو بارفام وكررت شراءها لكن اللي بارفام غطت عليها العطر فعلا بعطيك إحساس ونضوج رائع جدا وبكفي أنه جوكر بتقدر تستخدمه بجميع الأوقات وحاليا أفضلهم كأداء ثبات وفوحان جيد جدا وبالنسبة للبي تابعني ولسه ما اشترى ولا عطر من الخط وفات على المقطع لا يشوف الأفضل فيهم بنصحه بالنسخة اللي بارفام عطر بيستهل الاقتناء والشراء العمياني بالنسبة للسعر بين 130 ل150 دولار بحجم الميت ميل والنسخة اللي بإيدي حجمها 60 ميل ما بين 90 ل 100 دولار وللشباب اللي جربوا واحد من هالعطور والتحف العطرية يا ريتي شاركنا بتجربته بتعليق وهي حسابي على الإستجرام بتمنى أنكم تتابعوني وتعملوا مشاركة للمقطع واشوفكم على خير مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر